موسيقى مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم في برنامج من الحياة في آخر التطورات لدعوة النائب البرلماني لعقد دورة طارئة في البرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر جاء الرد سريعا من زملائه النواب بالقول إنهم لا علم لهم بالموضوع ويعتبرونه لا حدث لأنهم تعودوا على مثل هذه الخرجات لضرب استقرار الجزائر هذا الرد جاء على لسان النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا، روسيا، تركيا وأوروبا، عدا فرنسا، نوردين بالمداح ورغم أن الأمر لا يعد حدثا بالنسبة لهؤلاء إلا أن هذا لم يمنع الجبهة الداخلية والمترشحين للرئاسيات بالتنديد بهذا النوع من التدخل في الشأن الداخلي الجزائري فهل هذا التدخل يعتبر بالون اختبار لمناعة الجزائريين حيال هذه التصرفات؟ أم أن الأمر لا يعد إلا أن يكون فعلا مبادرة فردية لا تستحق حتى الالتفات حولها؟ وفي سياق آخر وفي عز حملة المترشحين الخمسة لشرح برامجهم لا زال أساتذة التعليم الابتدائي يحتجون ومقاطعون للدراسة ككل يوم أثنين لتتواصل بذلك القبض بين المعلمين والوزارة هذه الأخيرة التي اقترحت فتح ورشة الوزارية لدراسة وتفعيل المرسوم الرئاسي 14266 على أن يتم الفصل فيه مطلع شهر مارس 2020 إلى جانب إخضاع مهمة حراسة التلاميذ بالمطاعم لمبدأ التشاور بين مدير المدرسة والأستاذ دون إلغائها في مقابل التزامهم بتوقيف الإضراب نظرا للظرف الحساس الذي تمر به الجزائر إلى ما بعد رئاسيات الثاني عشر ديسمبر المقبل بلف الأستاذ والمعلم يدفعنا لطرح أسئلة على المترشحين حول ما هي الحلول للخروج بالمدرسة من هذا الوضع أسعد كثيرا لمناقشة هذه المواضيع ومواضيع أخرى عن أستضيفة كل من السيد فرحات شابة نائب برلماني وممثل عن المترشح أزدين ميهوبي مرحبا بك أستاذ فرحات شابة شكرا لاستضافة وأسعد أيضا باستضافة الدكتور أحمد محمد خونة ممثل عن المترشح للرئاسيات عبدالقادر بن جرينا مرحبا بك سيدا مرحبا أستاذ زكي شكرا جزيلا لكم نبدأ بالبرلمان الأوروبي وتداعياته على ما يحصل اليوم في الجزائر يعني اليوم النائب البرلماني عن الجالية سيد نوردين بالمداح قال إن نواب البرلمان يعتبرون دعوة النائب البرلماني إلى عقد جلسة طارئة حول ما يحصل في الجزائر بلا حدث أنت كنائب برلماني أستاذ فرحات شابخ هل هو فعلا لا حدث لا يستحق الالتفات حوله أو عليه أولا طبعا نشكر قناة مرحب الحياة في الحقيقة اللي أعطتنا فرصة لكي نخاطب الشعب الجزائري نخاطب الشباب الجزائري على الأقل فيما يخص برنامج المترشح سيعة زدين ميهوبي ولا نظن أولا نبددنا والشيء لأساسا نقول بأن هذا الصريح في الحقيقة خدم الجزائر أكثر من اللي يخسر منها لماذا؟ لأن بانت المواقف وهنا الشيء اللي يشرف وهي الخمسة المترشحين ويكون مثل انتحهم ويندوا بهذا تقريبا تدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد نظن هذا أولا كانت فرصة أخرى لكي يلتحم الشعب الجزائري ضد أي تدخل أجنابي هذا أولا ثانيا هذا النائب معروف أظن من أصل يهودي وصهيوني في الحقيقة ما أقوله وش أنا أقول صهيوني ما أقولش يهودي فرنسي وتعرفوا البرلمان الفرنسي رأي أكثر فيه مستميات نائب معناها ماذا يمثل صوت واحد في هذا أنا أظن كانت فرصة أو إحنا نندد بهذا بالتصرف إحنا كنا نتمناه ماشي هذا البرلمان الأوروبي فقط كل البرلمان الأوروبي يأخذ مواقف صارمة ما يجري الآن في فلسطين المحتلة القتل والتعديب وتقريبا كيما يقولوا القصف تقريبا دون أيها ودع معناها كنا نتمناه يأخذوا موقف كنا نتمناه هذا البرلمان الأوروبي يبن بكل صراحة الموقف تاعه مع الشعب الصحراوي اللي تنهب التراوات التاعه يأخذوا مواقف إذا إذا يتراجعوا كنا نتمناه إذا حبوا كبرلمان أوروبي يأخذوا موقف يأخذوا موقف من في أسبانيا في كاتالونيا أنا رحبت الانفصال نقول لزائر راهي الآن وعطينا درسة دون العالم نقول هذا الحراك المبارك اللي ينطلق في 22 فبري عطى درس لكل العالم بأن الشعب لزائري مثل ما كانوا يسمونه عنيف عطالهم بأنه سلمي وأظن السلمية اللي مشات ودائما أظن الشعار راه موجود دائما خاوة خاوة الشعب الجيش كذلك ونقترموا الفرصة كذلك بهذه المناسبة لكي نحيي أفراد الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسهم مسير قايد صالح اللي في الحقيقة راه تقريبا ساطر هذا الحراك كله في الحقيقة وراهو أنا نظن هذا أحسن أما فيما يخص تصرفات الفرضية هذه استفزازات لمواقف شخصية لمواقف عدوانية لمواقف انتقام الجزائر ونسأوه نرى نمستقلين أنا نخاطب هذا البرلماني من خلال القناة هنا نرى نمستقلين منذ 1960 ما عندنا حتى وصاية الوصاية الأولى والآخرة هي الشعب اللي حددها ونظن الشعب برهنها في كل المواقف هذا النائب البرلماني سيد خونة أبوه اسمه أوندري غلوكسمان وأبوه صديق عراب ومهندس الثوارات العربية بيرنار ليفي هذا المعطع ألا يشير إلى خلفية خبيثة معينة حاقدة على العرب وعلى الجزائر ربما هناك خبايا تطبخ في الخفاء خاصة وأن هذا النائب البرلماني وشاب ربما قد لا يدخل في هذه المتاهات لو لأنه هناك جهات ما تحركه في نائة المطاف شوف أستاذ زكي أولا نشكركم على هذه الاستراضة مرحبا ومن خلالكم المشاهدين الكرام نحن في الحقيقة هذا الموقف يعني هذا السيفي هذا الرفايل معروف يعني كما ذكرت سيرة ذاتية معروفة ولكن في الحقيقة نحن في البرنامج يعني أنت مترشح عبدالقادر بن جرينا في الحقيقة كان يكرر دائما في خطاباته والبرنامج موجود مساطا لكن في خطابته كان يبسط الأبعاد السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وما تعلق بتنمية الإنسان وكذا كان يبسطها المواطن في من خلال خطاباته التي تنوعت والتي أصبحت اليوم حدث عند الرأي العام الجزائري والدولي في هذه الخطابات كان يتحدث على مصطلح قطع الويصاية وكذا في الحقيقة نحن الموقف المؤسسات الأوروبية وخاصة الموقف البرنامج هذا موش الآن فقط يعني قبل شهر كذلك في سبتمبر نعم في سبتمبر نحن نرى أن مفهوم هذا المفهوم مصطلح قطع الويصاية هو مصطلح أساسي موش فقط نقول استفزاز نحن نقول يعني كان قال المتارس الشيح قال البارح كان في اللقاء مع مجموعة من الصفارة الاتحاد الأوروبي سفر الألماني بلجيكا وولندا وقال لهم ذلكلام يعني ودار نقاش معهم عميق في دور الاتحاد الأوروبي ومن خلاله هذا الموضوع يعني ناقش هذا الموضوع ناقش مع ثلاث ثلاث سفراء يعني دول هل هي صدفة معينة أم أن هؤلاء ثلاث دول يريدون أن يقولوا لسلامة معينة يعني هذه كتلة يتحركون دائما بكتلة بكتلة يعني مش فقط في الانتخابات وإنما معروف في الدبلوماسية أنهم ولا هم ذلك يعني نعم الجزائر لا تتدخل كذلك في شؤون آخرين في شؤونهم ولا في سياستهم دبلوماسية أقول المؤسسات الأوروبية وخاصة البرلماء الأوروبي أثبت فشلوا في التعامل مع قضايا كثيرة ومن بينها قضايا إفريقية كما ذكر الزميل قضية الصحراء الغربية الآن أو قضايا شبيهة في إفريقيا يعني إفريقيا اليوم أصبحت نهب للثروات إفريقيا أصبحت إعانة لأنظمة مستبدة هذا من يفعله يتفعله مؤسسات أوروبية وخاصة تهم فرنسية يعني لما الإنسان يمشي يعني الدولة مثل إفريقيا المسطعة ويقارنها بالجنوب إفريقيا فرق كبير جدا يمشي إلى رواندا التي استطاعت أن تنفصل عن فكرة قطع الوصاية هذه كيف رواندا الآن كيف رواندا في التسعينات وكيف رواندا التي قتل يعني يعني وسجلات الأممتحدة وكذا لكن قول اليوم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومؤسسات أخرى لها تصاريح سياسية غير مؤهلة باش تعطينا دروس في الديمقراطية غير مؤهلة باش تتدخل في الشأن الداخلي للبلاد ولذلك ثم غير مؤهلة باش تفهم هذا الشعب وتطلعاته اليوم كل الشعب الجزائري رغم أننا في معركة انتخابية ومنافسة إلا أن الجميع ندد حتى مواطن البسيط عبر صفحات الفيسبوك مترشحين غير مترشحين أحزاب أخرى كتل برمانية كلها أو محاولة التدخل يعني البعض يظنها حساسية زائدة عند الجزائريين وإنما هو وعي حقيقي سببه هذا اللحمة سببه أن القضايا الوطنية قضايا المشترك الوطني قضايا استراتيجية وخط أحمر بلغة أخرى عند الجزائريين لذلك أنا أعتقد بأن المؤسسات الأوروبية ينبغي لها أن تعيد سياستها نحو نحونا كشريك وليس كدولة ناقلة للرسائل كما يقول دائما ويكرر رسائل في برنامجه في برنامجه طيب في العلاقات الخارجية أنتم أيضا سيد فرحات شبخ في برنامجكم في المادة يعني أو في الصفحة 81 قلتم أنكم ستطورون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي طيب ما هو شكل هذه العلاقة التي ستطورونها لها علاقة دية دولة بدولة كيف ما هو شكلها أيها ولأن نحن لازم نتكلم بأنه زي المستقل منذ 2060 معناها الآن في العلاقات هو العلاقات التونائية أو منك العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بأعتبار كيان موجود قوي اقتصادي سياسيا معناها رابح رابح مثل ما نقوله تكون تجارة معناها مش لازم كل جزائريين يشيروا كلش من عندهم وما يشيروا معنا لازم يكون هذا التعامل مع أوروبا أو مع كل بلدان العالم أظن الجزائر الآن راهي الدولة مستقلة هذا السمي صاج ينجوزوه البعض البلدان اللي يحبوا دايما يتكلموا على الجزائر كأنهما وصايا على الجزائر هذا هو التعامل في البرنامج على العلاقات الخارجية وهو نتعامل بالمثل مع كل البلدان كل البلدان دون أن نسطب عن الموقف في جزائر ومع القضايا التحرورية مع هكذا من أجل استقلال البلدان اللي مازال تحضر الطهاد عن الاستعمار المختلفة إلى خيره فيما يخص البلدان وخاصا أوروبا سنعرفوا بأن الآن رانا تقريبا كل مجموعة كبيرة عندها نسبة كبيرة من تقريبا السلع وكل مواد الماكينة أولا عندما نقول تعامل بالمثل يجب أولا أن نطور الصناعة الداخلية هنا أن نطور ممكن للفلاحة مثلا السياحة إلى آخرين عدة لكي نمكن أن نتعامل ولكن نحب أن نتعامل معهم بالمثل وتقريبا الاقتصاد لذلك في برنامج سياس الدين ميهوبي يقول لك نطور العلاقات الدولية كذلك نعطي المكانة اللازمة للزائر باعتبار لها مكانة محورية في إفريقيا وفي بحر الأبيض المتوسط أنا أظن لازم تترجع الماكينة تحا وإذا هو الشيء الذي يركز عليه المتارش سياس الدين ميهوبي أيضا سيد خونة قلتم بأنه لابد من الجزائر أن تسترجع موقعها ونفوذها التاريخي في المنطقة وفي الساحة الدولية من منطلق قوتها الاقتصادية والدفاعية إلى غاية أنكم قلتم لذلك لا يجب الخضوع للدور الذي يراد فرضه على الجزائر ما هو المقصود من هذا الكلام سيد في الحقيقة نحن نعتقد أنه الدبلوماسية الجزائرية القديمة في تاريخ الجزائر كانت الجزائر تسمى المغرب الأوسط وكان لها دور كبير تاريخي القديم يعني قبل حتى تشكل الدولة الحديثة كانت الجزائر معروفة بهذا الدور الإقليمي الفاعل كدولة محورية يعني المغرب الأوسط يعني هذا حتى التسمية الجغرافية في علم جغرافية السياسية كان للجزائر دور فاعل نحن في البرنامج الذي يقدمه الأستاذ عبدالقادر بن كرينا تكلم كثير في البرنامج وخاصة في الشق نحن يعني ركيزة رابعة يقوم عليها البرنامج هو أن تكون جزائر دولة محورية في القارة الإفريقية ولكن كيف ذلك؟ هناك كثير يعني أولا نحن نعزز المكاسب الدمونارسية السابقة وهي كثيرة ثم نريد أن تحترم الاتفاقيات الدولية كلها نحن شعرين بنها الجزائر وما نشغيب على وعينا أننا عضو في المجتمع الدولي ستنطلقون من هذه المرتكزات ومن هذه المكتسبات سيب أن هناك رؤية أخرى دبلوماسية لنا رؤية واضحة وهي شبيهة نحن الأسف الشديد صارت قاطعة في الدبلوماسية الجزائرية نحن كانت الدبلوماسية الجزائرية لها هذا الحضور حضور كبير بعد الثورة بعد الاستقلال كان عندنا حضور دولي كبير جدا كانت جزائر تشرك في القضايا الدولية كثيرة كانت جزائر قائدة كانت قائدة في محور أبعد من المحور الإفريقي كانت في كل الفضاءات الدولية التي تكون فيها الجزائر عضو كانت عضو فاعل نحن أولا نريد وهذا المقصود بالرؤية استرجاع المكاسب الدبلوماسية لأننا عندنا مكاسب ولكن الأسف الشديد في مرحلة ما انقطع هذا الدور للدبلوماسية الجزائرية وأصبحنا دولة جسرية ننتظر الإملاءات وننتظر الأسف الشديد وأصبحها حتى في أضعف أو أفضل الخيارات أصبحنا الدولة لا موقفة لها في حين أننا نمتلك كل ما يسمح لنا الجزائرية كانت لها مواقف كثيرة في إيبيا أنا أقول في مرحلة نحن نتكلم أعلى ببرنامج إصلاح برنامج إصلاح هذا مما يصلحه الدبلوماسية اللي في زمن العصابة تهدمت أصبحنا أصبحت اليوم الاتحاد الأوروبي إحنا كيف كان وضعنا الاتحاد الأوروبي يشوف انتخابات مزورة ويشوف رئيس ماريد ولا يتكلم واليوم لما رأى حراك شعبي وشوفنا مقبلين على انتخابات صحيحة ومن انتخابات باين نخرج المفهوم جديد جزائر جديدة بمفهوم جديد يعني المفهوم الجديد فيها هو دولة تمتلك سيادتها سيادة قرارها دولة تريد أن تجعل جيشها احترافي اليوم جيشتها نحن رأى المناورات اللي ندارت في البحار هذه المناورات رحب كثير مما وراء المتوسط أصبح يرى أننا نحن من حراس بحيرة المتوسط ونحن في البرنامج الذي يقدمه سعبد القادر بن جرينا نحن نريد أن يكون البحر المتوسط بيئة آمنة بيئة انتع سلمية بيئة انتع نمو لكن لا نريد أن نكون لنا دورنا مثل أي دولة أخرى وهذا نفتكه من خلال تماسك الجبهة الداخلية جبهة الداخلية وتحسين ملاعاتها تفرز لنا رئيس قادر على الفعل سيد شابخ قلتم أنه لابد من تعزيز مكانة الجزائر ودورها في المحافل الدولية ولكن هذه عنوين تبقى يعني في إطار العنوين تفصيل فيها لم تفصلون كثيرا في هذه المادة في المادة 79 يعني عدا يعني بعض النقاط وغيرها ما هي الأليات لاسترجاع اليوم جزائر دورها تكون لها مواقف فاعلة وليست مواقف فقط هكذا تقال حتى لتبرئة الذمة مما يحصل في محيط الإقليمي والدولي نظن الجزائر كان لها دور كبير أظن منذ بعد الاستقلال وهو فيما مثلا في عدم الانحياس في المغلب العربي مع الجامعة العربية ولكن في السنوات الأخيرة ضعف كثير موقف الجزائر لعدم موجود رئيس يستقبل ليدير هذه كلها أطرطها على الجزائر لازم نعود ونسترجعوا منذ سبع سنوات سيد فرحات شبخ نعم منذ سبع سنوات منذ مرض الرئيس تقريبا تقريبا من تم تقريبا ضعفة الجزائر فيما يخص في السياسة الخارجية وبدأ ينقص النفود الجزائري رغم المسافة هذه المرحلة كانت أموال كثيرة تعطي للدول الإفريقية مساعدات ولكن في الأخر في كل مواقف لا تمشيش مع الجزائر لماذا؟ لأن لم يكن حضور رغم نحن في برنامج سعدي ميهوبي أولا تفعيل السفارات السفارات ليست مبواطة ولاتر السفير والممثلين عند زيارة في الخارج يجب أن يلعبوا الضور تحهم المساهمة فيما يخص الاستثمار فيما يخص تقريبا التفاعل داخل بلدان ويعطان المعلومات في وقتها كذلك لازم مساهمة أولا ما هو الضور المساهمة تقريبا الحدوط عنها رهي كلها ملغمة لازم في حلول فيما يخص المشكلة الليبي عن طريق تقريبا الحلول السياسية والسلمية في خالص المالي فيما يخص الصحراء الغربية هذه من ضمن النقاط أولا في دول مغرب عربي فيما يخص دول الساحل كل تقريبا البلدان نفس الشيء في القضية الفلسطينية هي قضية محوارية والحمد لله أظن أن في جميع البلدان في جميع الجزائر بقية دائما موقفة صامد مع فلسطين في المقالة اللي قالها الراحل هواري بومد الجزائر دائما رأي مع فلسطين ضلمة ويعترفوا بها وأحسن دليل أحسن دليل لموقف الجزائر مع فلسطين في كل التحركات إذا كانت تقريبا مقابلات القالة الفلسطين كل مردين العالم الجزائري أكثر من تحرف الفلسطين إذا كان أي شيء هذا أحد تانيا كذلك البلدان عن طريق التعامل الآن نشوفه راه مشكل كبير في الغياب السياسة الخارجية الآن الجزائريين باش يديروا فيزا رغم أن الجزائريين كي يدير الفيزا راح يروح يصرف الهيك يصرف دراهم ويررفضوا له وهما يجيبوا الفيزا باش يديروا الدراهم ونقبلوا لهم لازم يكون تعامل بالمتر وبصرامة الجزائر مستقلة إذا لازم أظن لازم نعمله زيادة على ذلك أظن كذلك تفعيل المغرب نكملوا لأن كذلك مشكلة المغرب العربي لازم تفعيل النقاش النقاش مع المغرب القضية الصحراوية القضية الصحراوية قضية تفعيل المغرب العربي بغض نظر إحنا ممكن ما نتوقش مع الجيران في موقف الموقف الجزائر هو واضح وقضية الحدود ربما تقام مشكل هنا مع المغرب في مياه خاصة أظن الحدود رأى فصل فيها أظن المواتيق الدولية الأمم المتحدة رأى فصلت فيها لا قبل أن الحدود المغلقة مع المغرب هذا يجب أن تفاوض الحدود المغلقة أظن السبب الرئيسي وهي ليس الجزائر فرضوا عليها غلقوا الحدود فرضوا عليها داروا الفيزا فرضوا كذا كذا يتحملوا المسؤولية لذلك أنا نظن الآن لازم تكون سياسة جديدة مع رئيس جديد مع عهد جديد مع جمهورية أخرى أنا نظن يجب نتناقش دون المساس بمواقف الجزائر فيما يخص السياسة الخارجية زيادة على ذلك أنا نظن كانت الجزائر في عدم الحياز كان عندها قوة وموقف لازم نستطمرها كذلك فيما يخص الأمم المتحدة مجموعة من البلدان الرائدة وأنا نقول ولي ملا الجزائر في ملت السلام لماذا احتكار على بعض البلدان أنا نظن لازم تفعيل سياسة الخارجية ويتفعيل كذلك السفران تعنا في الخارج هذا ضروري الآن الآن تلقى جميع البلدان رأنا نشوفه هنا السفران يتجولوا ويبحثوا عن تقريبا أسواق لشركات تع بلدانهم وإحنا يا السفران لازم يفعلوا ما يغلق شهر كامل غالق المكة بتاعه لازم يخدموا ويشوفوا ما هي الأمور تعال الأسواق وأنا نظن أحسن دليل نظن في موريطانيا مثلا السوق وين في الحقيقة موريطانيا هي بوابة فريقيا لازم نطوروها لأن السياسة الخارجية تعال جزائر لازم نترجعوها نظن البلدان يحترموا جزائر ولكن في الأخر قلنا التفعيل كان ضعيف وضعيف جدا جدا أين المشكلة هنا سيد خونة أين المشكلة ربما في تراجع دور السياسة الخارجية الجزائرية للترويج لما كان يقوله سيد فرحات شابخ لدور الجزائر للترويج لمقدرات الجزائر لتشجيع الأجانب في الاستثمار هنا في بيئة خلابة جدا سيد خونة وأنت من الجنوب الجزائري وتعرف مقدرات الجنوب لذلك ما هو الشيء الذي حدى من أن السياسة الخارجية تضعف في ظل هذه المواقف خاصة في السنوات الأخيرة شو أستاذ زكي أنا نزيد نكرر نقلنا وحط وضعنا هذا في البرنامج يعني أستاذ عبدالقادر وضعه بكل وضوح وباقتدار أن الفساد الذي مر بالبلد مر على ملفات كثيرة ومبينها هذا الملف انتعى الدبلوماسية ولذلك نحن في رؤيتنا في التعزيز هذا يعني إفريقيا تعتبر وجهة حقيقية للدبلوماسية الجزائرية تعتبر أحد المحاور ذات الأولوية في السياسة محاور أولوي فيها ستركزون على أفريقيا أكثر من أوروبا لا يعني الأفريقيا كبوابة تجارية نحن البرنامج وضع كل هذه المحاور نحن أولا نعزز حضورنا الدولي يعني السيبلا يعني الهدف يعني نحن 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 القضايا الخارجية مش قضية مش يلعب يعني قضية دولة قضية سيادة فيها كثير من الملفات ونحن واعون لهذا الملف جيدا ثم نحن صارحنا الشعب الآن سي عبد القادر بن جرينا الآن يبسط المفاهيم الكبرى في السياسة الدولية في خطاباته أمام الشعب لأنه ما عندناش غير الشعب جزائينا وصالحه ولذلك البعض يرى أن خطابنا الانتخابي خطاب واضح وخطاب صارح إلى الدرجة التي البعض يحاول يقول أنه يقلق أو أثار قلقا عند بعض من من لا زال يحب أن تستمر الويصاية نحن حضورنا في الملف الدولي هو أن نفعل دور جزائر في المنظمات التي هي عضوا فيها نفعل دور دبلوماسية وطرحنا فكرة كبيرة جدا وهو أن تخضع المسألة البرلمانية المسألة البرلمانية وهذه نقطة كيف ذلك أستاذ يعني يولي ملف الخارجية ما هوش ملف سفارة ولا ملف وزارة من الذي يسأل الوزير خارجية لا تولي ملف الأمة الجزائرية التي تمثلها في الجزائر الجديدة برلمانات برلمان صحيح منتخب في كفاءة جزائرية تناقش هذا الموضوع لأننا نحن نعتقد في البرنامج أن ملف الخارجية وملف العلاقة الدولية وملف الأمن القومي هذان الملفان استراتيجيان وهي أمة معنا لا ينبغي أن نختلف عليه وحتى لا نختلف عليه ينبغي أن يشارك الجميع في بنائه والبرلمان في الحقيقة البرلمان المنتخب البرلمان المؤسسة البرلمان الأمل برلمان الجزائر الجديدة نريده أن يناقش البرلمان الشرعي يعني الشرعي والكف والمؤهل لدراسة مثل هذا لدراسة هذا الملف لذلك نحن طرحناها في البرنامج أننا أولاً سنتكفل بإذن الله بانتخابات ديمقراطية في حالة سعب تقدم مكرينا ونرى أن أن هذا الملف الخارجية لنا كل إمكانات بما للجزائر من كفاءات سواء فيه من دبلوماسيين أو من أطر لليوم من أسف شديد أنا نحب نسمي العصابة 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 يعني غلقت كل شيء وعطلت قدراتنا في الجزائر عندها قدرات كثيرة في كل شيء ومبينها في نسل العلاقات الدولية سيد خونة سيد فرحات شابخ نذهب إلى فاصل ثم نكمل النقاش ونفتح في الجزء الثاني ملف المدرسة والمعلم وهذه الأمور بعد الفاصل المشاهدين ثم نواسل النقاش أهلاً بكم سادة المشاهدين في الجزء الثاني من البرنامج في الجزء الأول كنا قطع لجنة قضية البرلمان الأوروبي وعضية السياسة الخارجية وكيف ينظر إليها المرشحون الرئاسيات هنا في البلاطو معي ممثل عن المترشح الرئاسيات عبدالقادر بنغرينا والممثل عن المترشح الرئاسيات عزدين ميهوبي في الجزء الثاني نفتح ملف المدرسة والمنظومة التربوية هناك معلمون الآن يخرجون كل يوم أثنين يعني للتعبيري عن تحسين يعني الظروف التي يدرسون فيها هذا يحتم علينا أن نفتح واقع المنظومة التربوية أنتم سيد شابخ تكلمتم على ضرورة التحسين التدريجي للبرامج التربوية وتثمين دور المعلم الكثير من النقاط في طابحها في شكلها إيجابية ولكن في مضمونها كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف الذي الكثير لا يختلف على هذا الهدف ولكن الأليات الطريق إلى الوصول إلى هذا الهدف هذا هو المشكل بالحقيقة نظن لدي علي ذكر بعض البلدان الأمم التي استثمارت في التربية كلها نجحت في التربية والعادة كلها نجحت نظن في كين حيز كبير في برامج مرشح وناسي عز الدين ميهوبي فيما يخص قطاع التربية أنا نظن من آخر شي لازم نأكد فقط أولاً المعلمين وخاصة المتدائية بش نقولوا بكلمة صريحة مطالب تحهم شرعية جداً جداً لماذا؟ أولاً هناك مرسوم 266-14 خرج في سنة 2014 ولم يطبق لماذا لم يطبق على قطاع التربية فقط وبعض القطاعات طبقوا عليها هذا المرسوم وهو تتمين الشهادات معناها الديواء والليسونس معناها إذا تطبقوه هذا يترقى زيادة على ذلك كذلك في إطار الاقتراحات برنامج سي عز الدين ميهوبي ويعتنظر في القانون الخاص لقطاع التربية منذ مدة والوزارة تتفاوض مع النقابات إلى حد الأل لم يرى النور كذلك موجود نغضل نوسعها أكثر الآن كاين اختلالة كبيرة في مختلف القطاعات أكبر من هذا وهو يعتنظر في القانون العامي الوظيف العميمية 0-6-0-3 هذا موجود كذلك وظيف عمومي هذا طبعاً وليس يمكن أي إصلاح يكون إذا لم نتكفل بالمشاكل الميهنية والاجتماعية لقطاع التربية لأن العنصر المحواري لتبلغ أي إصلاح وهو المعلم والأستاذ يجب الاهتمام به ولكن هل مشكلة المنظومة التربوية مشكلة نصوص أم مشكلة أخرى يعني هل إذا صلحنا القانون الخاص هذا معنا وهو المصر المهني للأساتداء والمعلمين وعمال قطاع بما فيها العمال اللي تقريباً مربوطين في إطار السلاك المشتركة والعمال المهنيين هذا أديد ربية كذلك الآن اللحظة في قطاع التربية ممكن وزير اللي يجي دل الأهوات تعه الوزن اللي يجي يجب السياسة تعه إحنا كانت أمور كاريتها إحنا الآن في برنامج السياسة دي المهوبي وهي إنشاء مجلس وطني للتربية الذي في الحقيقة اللي يكون فيه كل كفاءات في كل كفاءات هو الذي يحدد السياسة التربوية لجزائر عندما نقول سياسة التربوية معناها هو بالكلمة المعنى الوسع كذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا الآن بزاف الأولياء تقريباً يشكيو تقل المحفظة إلى آخره أنا أظن في برنامج السياسة دي المهوبي وهو استعمال مباشر كما يقولوا بالتعبير العامي وهو لطابلات التلاميذ مع إنتاج برامج لمباشر تلميذ فيما كان يرفض هذه الحقيقة الحقيبة يعني إدخال التكنولوجيا رقمنا إدخال التكنولوجيا الرقمنا زيادة على ذلك زيادة على ذلك ويكذلك وحد تكنولوجيا هذا الأمر يعني المدروس طبعاً طبعاً طبقاً تستهلك كثير من المال وتستهلك لا أنا أظن لا عودوا أرجع له للصناعة نحن الآن كين نشجعوا الصناعة المحلية طبعاً الصديق الواقع الاقتصادي ما هو تم من الكتب ما هو تم من الكتب م هو تم من الكتب كين نشوفوا تم الكتب والبرمجية أنا أظن الدولة هل حبينا نستطمروا في العسر البشري في الإنسانية أظن جميع البلدان جميع البلدان اللي عندها نشوفوا اليابان كما عندها تاروات بطينية كما عندها ما كانش وينما تتمرت في المعلم في العلم أنا دعوة لذلك وهو التوزيع المجاني لواحات إلكترونية للتلميذ توفير الوسائل الحديثة تقريبا لفائة المعلمين اللي راهم لطابلو انتراكتيف اللي راهم موجودين ما يحتاج شانا نظن هدية يولي مربوط يولي قدر التلميذ مباشرة يتعامل معه وستعوه ممكن حتى في البيت أنا نظن يجب تطوير المنظومات إلا حبينا نطور البلاد يجب نهتمه زياد على ذلك أنا قد نقول لك المعلمين وخاصة نأسادي لها ولكن المشكلة في إدخال التكنولوجيا يعني جزاء التكنولوجيا الأجيال السابقة درست في ظروف أصعب من هذه وكانت مدرسة تحظى بالكثير من التقدير ولكن الآن التلميذ الآن التلميذ ممكن يروح للبيت التاعه راهم مباشرة يستعمل ممكن الطابلت يستعمل لألم الألي كي يروح للمدرسة كأنه يرجع الأمور البادية كأنه يكره لأنه بناءنا شفناهم عطلوا البورطاب لذلك أمور كثيرة لذلك إحنا قلنا يجب في إطار تربية وهو تطوير قطاع التربية وخاصة التركيز على إعادة النظر في المرامج في إطار كما يقولون مجلس أعلى لتربية سيد خونة قلتم أيضا في برنامجكم أن رهانات البلد ومجارات الحركية العالمية تقتضي الانتقال بالمدرسة من تحدي الكم إلى تحدي النوعية كيف ذلك؟ شوف يا أستاذ زكي نحن أولا المقاربة العامة للرؤية التي يحملها برنامج الأستاذ المترشح القادر من جرينا في هذا الميدان ميدان التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري تقوم على شعار كبير هو بناء الإنسان لضمان التنمية لضمان التنمية يعني إحنا الإنسان هذا أين يبنى هذا الإنسان؟ عندنا تصور في بناء الإنسان يبنى جزء منه في المجتمع جزء منه في الأسرة ولكن جزء الكبير في المدرسة هذه المدرسة في الحقيقة نرى أنها بيئة حقيقية لإنتاج الإنسان الذي عنده الولاء للوطن الإنسان الذي عنده اعتزاز بالهوية هذا هو الإنسان الذي يضمن التنمية ولذلك في هذا الإطار عندنا مجموعة من تدابير ومجموعة من المقترحات نرى في هذه المقترحات أن المعلم هو المحرك الأساس للعملية التربوية ولذلك نحن متضامنون كل تضامن مع إضراب المعلمين ونرى أن المعلمين هذه الشريحة المهمة في المجتمع قد صبروا كثيراً صبروا كثيراً وسبب الصبر الذي صبره هو ما يحملونه من من ثقل للقيم للثوابت هم حراس نحن في التعبير دائماً نعبد لنا حراس القيم في الحقيقة هو المعلم هو الذي يحرص هذه القيم ويضمن بقاء المجتمع لأنه ينقل هذه ونحن للأجل هذا هذه مهنة وأكيلت لهم سيد خونة مهام يعني فوق مهامهم يعني مثل حراسة التلميذ في المطعم بمقابل أجر غير موجودة في القانون الأساس لذلك خرج المعلمون أنا نقول بالنسبة للأسف الشديد غياب الرؤية هو الذي سبب كل هذه الإشكالات ولذلك نحن في التدابير يعني التقنية الموجودة في البرامج الشارحة للبرنامج الأساس لأن هذا البرنامج الذي بين أيدنا هو هو برنامج فيه الخطوط العامة وليس التفاصيل الجزئية نعطيه مثال باش يكون المشاهد مثلا نحن قادية طابلات هذه وعدم طابلات نحن باش منكونوا نكونوا صراحة مع شعبنا ومعنا نحن اليوم مرنا في أزمة كبيرة لكن نحن عندنا الآن مقاربة سهلة المقاربة السهلة وش هي؟ تقصد الأزمة اقتصادية ايه وش هو المقاربة السهلة؟ نحن قلنا مثلا التلميذ هكذا صغير أنا مرة بنتي نشوف الظهر تاعها أعود نقول لك بصراحة يعني موش مبالغة قلت له قلت له الرياضيات عندي أربع كراريس والكتاب بنتع الفلاني وكذا وكذا نحن في البرنامج وش طارحين مثلا فكرة قابلة لللمس وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وما تحتاج مال كثير قال كتاب واحد هذا الكتاب فيه الفصل الأول الذي سيدرس في الرياضيات الفصل الأول الذي سيدرس في العلوم كذا الفصل كذا يحمل التلميذ معه كتاب واحد مطبوع طباعة جيدة يدخل الحصة أنتع التربية مدنية يفتح الفصل يقرأ يدخل الرياضيات يفتح كذا ويجي الفصل الثاني ينطبعه كتاب آخر هذه الفكرة لما غاب الرشاد وغابة الرأفة والرحمة بالطفولة أنتعنا غاب التخطيط اليوم كتب كثيرة يحملها والأسف كتب حتى تقنية طباعة ميجيدة احنا ما نقوله نحن الآن في البرنامج الاستعجالي غاد نحط طابلات لكن احنا ماش غاد نبخلو على هذا قطاع لكن طابلات شيء مهم جدا لمواكبة المواكبة لا هذا قطاع استراتيجي ونشوفه تدريجيا تدريجيا تقيقة واحدة فستاذكي هذا قطاع استراتيجي وقطاع أمن قومي وقطاع يضمن التنمية لذلك نحن قلت الآن في برنامج الاستعجال العام الجاي والعام اللي وراه ما نقوله غاد ندور طابلات لكن العام الجاي وراه مباشرة نطبق هذا البرنامج أنه التلميذ يحمل كتاب واحد أما التفصيل نحن ما نبخلوش على منظومتنا التربوية نحن يهز طابلات وهز حاجة أكثر من طابلات ويعني حتى المعلم يكون في أجواء لكن نحن نحن جدين في هذا المصاب نريد إخراج البلد من ما هي فيه برنامج جاد مدروس تقني علمي بأرقامه ولكن بخطوات متدرجة الجزء الاستعجالي منه يضمن حياة الصحيحة للمواطن ويسترجع ثقة لكن الجزء البعيد منه يضمن الرفاه وقول الرفاه المجتمعي وجزائي المؤهلة بش حقق هذا الرفاه وستدعب القابل في كل خطاباته صاريح مع الشعب موش يعطي كلام كلام في التحفظ ولكن كلام قابل قابل لللمس بخصوص هذا الموضوع عن شرائح سواء المرأة أو الشباب أو المنظومة التربوية أو العمال إلى آخيره مبقى في قضية أيضا بعد الإضافة ما حتفظ لا ما نحن ندره فيه ما نحن ندره في الشعبوية لماذا عندما نقول نوفره لطابلات شكو اللي قال نوفره لكل أبناءنا كي الناس عندهم إمكانيات مثل سياسة الدعم سياسة الدعم لازم تروح للناس اللي يحتاجوه طبق الهشة وطبق المتوسط فيما يخص طابلات لازم تعرفوا هل تعلمون بأن الدولة تتكفر بتقريب من 3 ألف من 3 ملايين تلميذ بالكتوب مجانية هل تعلمون بأن تقريب من 3 ملايين تلميذ اللي إعانة تعدولة 500 ألف خمسة ألف دينار دزائري إعانة للدخول المدرسي معناها الآن عندما نقول نبدأ أولا بالمراحل طبعا أنا ندخول بهذه قادرة تتحقق بالإضافة بالإضافة نقول لك العصاب أخذت الأموال أظن الأموال رهي متوفرة رهي نقدره وخاصة كل أموال نحطوها فيما يخص قطاع التربية ما رحيش نخسرها لماذا؟ لأننا نبني رجل المستقبل ولكن قضية أن نبقى في قضية اللوحات الإلكترونية التربوية قبل شروع في هذا هذا البرنامج هل هيئنا للظروف المناسبة والملائمة يعني أنك تذهب بجيل من الورقي من التقليدي إلى الرقمنة مباشرة قد يصر خلل في ذهن التلميذ هل هذه مرحلة تدريجية أم أنه نذهب مباشرة هل تعلمون بأن وزارة التربية الآن وممكن الوزارة الوحيدة اللي رهي دارت الرقمنة في القطاع مجانا ما كان حتى تدخل قريبا طبعا معناها الآن وزارة التربية عندها لسيت انتحارها موجود واش بقنا هاد لي طابلة كيف يخرجوا هاد الكتب عن طريق تقريبا برمجيات رح موجودين عن طريق لسيدي معناها هادو في مكان يكون لهم رح يكونوا في برمجيات يقدر التلميذ مباشرة يخرجهم من الستة قطاع التربية مرحش يتعب البرمجيات قادرين عندما نقول إذا شفنا الإمكانيات مكاش رح نبدأ بالتدريج هل هناك إصلاح في العالم يندر في سنة برنامج برنامج سعز دين ميهوبي قل لك معناها نوفرها مثلا كتب كيف كل سنة يخرج مثلا سنة دراسية رح تكون سنة بعد سنة وإنما ممكن على مدة معينة على مدة معينة سيكون تعميم كل تقريبا لطابلات في كل مستوية من السنة والابتدائي حتى تقريبا للجميع أتفضل استاذ نحن في البرنامج سنسمع هذه العبارة قال وإن كسب رهان جودة التعليم لن يتحقق إلا من خلال إرسام منظومة تربوي متكاملة قابلة للتجديد نحن يعني رؤيتنا نحن نشاطر سموحنا ماش نقوله نحن طابلات أمر بسيط في المصارى هذا وكيما قال ما نخرج على شعبنا وتلاميذنا وطلبتنا هذا الأمر لكن نقول الجودة في التعليم هذه مرحلة تأتي بعد مرحلة إرساء منظومة تربوية قوانين واضحة يجد المعلم والأستاذ فيها نفسه بيئة تربوية معينة للمعلم أسرة حتى الأسرة تدخل نحن نقول لك رؤيتنا في بناء الإنسان هذه متكاملة مش ممكن تكون المدرسة فيها الطابلات والبيت ما فيش طابلات مدرسة فيها الطابلات والمسجد ما فيش طابلات مدرسة فيها الطابلات ومركز الثقافي ما فيش طابلات هناك بيئة مجتمعية تتكامل تتكامل لصناعة هذا الإنسان لأننا نحن الآن نقول نستثمر في رأس المال البشري لذمان التهمية رأس المال البشري له له منافذ وله مواكن أماكن تواجد هذه الدواء التي تواجد فيها الإنسان ينبغي أن نرعاها في باب الاستثمار الذي يرفع الكفاءات كفاءة الفرد يرفع الكفاءة التقنية ويرفع الكفاءة العلمية والفكرية ويخلي هذا الوطن معتز بوطنه له ولاء لوطنه معتز بهوية بلده هذا هو التحدي الكبير في التربية قضية أيضا أثير يعني الكثير من الجدل حول اللغة التي ستدرس في المناجي التربوية الجزائرية قضية اللغة الفرنسية مع اللغة الإنجليزية أنتم كيف تنظرون سيد فرحات شابخ إلى قضية اللغات الأجنبية ومن تسبقون عن الأخرى أم أنه ليس لديكم أي مشكلة مع أي لغة يولا لازم نعرفوا بأن اللغة العلوم هي الإنجليزية مهما يكون تتوردون جميع البلدان منقروا حتى في البلدان الأوروبية بس ما أقولوا حتى في فرنسا فيما يخص العلوم يستعملوا بساة الإنجليزية ولكن الآن ما نحيش ناخده إحنا الآن في برنامج قاررت الآن بداية الإنجليزية الإنجليزية لازم توفرها هو الأساتدة لازم يكون تكوين لازم تعرفوا العدد الهائل أنت معلمي المدارس الابتدائية تقريبا لازم توفر الأساتدة لتدرسها معناها في حالة ما تتطبق الإنجليزية رح تكون نفس الشيء مثل ما قلنا علي طابلت رح تكون بتدريج وضروري مع العلم بأن كانت هناك تجربة مقبل ولكن الآن المجتمع الآن إحنا قلنا في البرنامج تعنينا في البداية ونمشي مع مع مطالب الشعب مع مطالب وهي الأنجليزية إذا حبينا الروح بعيد هي لغة العلوم نعطيه لها المكانة الأساسية ولكن رح تكون طبعا قلنا بالتدريج معناها لازم توفر لها الأجواء وإحنا دايما المشكلة لعنا في الزيزين وهي الإصلاحات السريعة مباشرة نهردوا كل شيء أنا نظن نبدأ أولا بتكوين المعلمين من الضروري من يؤثر هذه الأنجليزية في الابتدائي ثم في المتوسط موجودين ولكن باعتبار رح تكون لازم يعطيها الحجم السعي الكافي والأنجليزية أنا نقول لك لا مفر منها ضروري ولكن تقول لي فرنسية الفرنسية ممكن مثل بقية اللغات بقية اللغات كما الآن رمي بناءنا يدرسوا اسبانيونية ويدرسوا الإيطالية ويدرسوا الروسية وممكن رح يدرسوا حتى التركية ولكن أظن لغة العلوم وهي الأنجليزية ولكن بالتدريش طبعا لا تحضير الجو باش تنجح الآن قد ناخده قرار سياسي سعيد المهوبي في حالة مباشرة انتخابه رأي زمريا يقول لك الآن نبدأ الأنجليزية ولكن ميدانيين مثل ما قلته يولي قرار شعبوي لذلك يجب توفير ولكن الأنجليزية لما فرمينا سيد خونقر عقيدة يعني الرأي العامية أسمع بزاف رأيي المترشيح سياسي عبد قادر المقرين في هذا الباب نحن واضحين في هذا الباب أنه تجربة بول جا كاما رواندا مدخل التنمية في رواندا أنه اقطع هذه اللغة وجاب اللغة الإنجليزية فاتطورت الآن رواندا يعني خرجت فهناك علاقة عضوية بين بعض اللغات وبين التطور نحن نشوفه بأنه أولا تعزيز اللغة العربية كلغة رسمية في الإدارة ولغة الخطاب ولغة ديبروماسية لكن في التعليم عندنا اللغة التي لها الأولوية في التعليم هي اللغة الإنجليزية صحيحين في ذلك لكن نتعلم كل لغات يعني سيجد المواطن الجزائري سيجد المواطن الجزائري فرص باش يتعلم الصينية وباش يتعلم الروسية وباش يتعلم كل اللغات طيب سيد فرحات شاب نلتقل إلى نقطة أخرى قضية أيضا الحملة الانتخابية اليوم المترشح عز الدين ميهوبي كان في ولاية وران قام التجمع كيف قيمتم المسار مدام أن الحملة اليوم تدخل يومها الثامن أو التاسع يعني لا كان تجمع كبير بولاية وران أظن كانوا تقريبا في القاعة المتعة الرياضات كانت موجودة الخطابة أظن كذلك الآن نفس الشي نطلق المترشح سيد دين ميهوبي في شرح بعض النقاط وخاصة بعض التدخلات طاعة الصحفيين أنا أظن وخاصة لتهم لتهم حقيقة الموطن شي اللي يركز عليه أنا في الحملة هذه حقا كين سيد دين ميهوبي يؤثر تقريبا تجمع كبرى ولكن ما ننسوش بين على مستوى مختلف الولايات مختلف البلديات وين عندنا تقريبا مديريات واري مع المواطنين ما لازم شو واحد يظن باللي راه تجمع الحملة الانتخابية فقط على سيد دين ميهوبي صح سيد دين ميهوبي هي تقريبا أكبر تجمعات ولكن هناك لقاءات ممكن في مختلف الولايات في ممكن مختلف البلديات في المناطق البعيدة حقيقة هناك صعوبة صعوبة ولكن على الأقل كان عندنا ممكن شجاعنا نتصلوا بالمواطنين ونشرحوا برنامج برنامج سيد دين ميهوبي ولكن في مقاعات أكثر منه في الساحات يعني لا 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 للأسف شديد اللوم اللوم نرجعه ممكن للزملاء ناس صحفيين ممكن الحقيقة أن يتابعوا بدرجة أولى يتابعوا تقريبا المترشحين الخمس هما ليدررون تقريبا أنا بطاج ميدياتيك ولكن ممكن ما رامش يتابعوا على مستوى نقدر نقول لك آخر شي البالح بارك بالأمس على مستوى كانت تجمع كبير على مستوى ممكن مختلفون في قلمة في أخران في قسطينة راهي موجودين تجمعات كنا نتمنى كذلك على الأقل يشوفوا ممكن فرق تأتلفزة في مختلف الوسيل موجودة راهي موجودة طبعا فيما يخصنا العمل الجواري صحفي معه ممكن تجمع كبير أو صغير أو متوسط تكلموا على الحملة التي خبيرة يقوموا بها كذلك ممتدي المترشح أنا نظن إذا كان تجمع اليوم ممكن الصحفي يقول صحوانا كينا نقولها لأن هذا عمل اللي قاموا به إخوانا على مستوى مختلف الولايات اللي داروا جندوا اللي داروا معناها كيف راح يعمل بالتليفون أنا نظن في إطار لقاءاته مجموعة كبيرة الشي اللي منيح هو أنه دائما يزداد يوم بعد يوم وخاصة ليس من المناضلين وإنما تقريب من الناس اللي مقتنعين ببرنامج سيعزدين ميهوبي وممكن ليامة الأخيرة الأخيرة سيكون كذلك وممكن أحسن فأحسن طيب سيد خونة سيد عبد القادر بن قرينا يعني تبنى استراتيجية معينة في حملته الانتخابية هو يعني الخروج إلى الشارع اليوم شهدنا في ولاية البويرة بالضبط في بلدية الأخضرية باليسترو كما يسميها البعض شهدنا أنه حتى أنه يعني تناقش مع الرافضين للانتخابات الرئاسية هل هذا جنون أم شجاعة سياسية من السيد عبد القادر بن قرينا هذا الذكاء ذكاء متقدم في الحمل الانتخابية الحملات الانتخابية والسيد الزكي في أي بلد إذا لم يكن فيها إثارة وفيها حماس وفيها حضور لا تسمى حمل انتخابية ثم الحمل الانتخابية لها خطاب والسيد عبد القادر بن قرينا الخطاب تعوره وفهمه الشعب الجزائي وإذلك الالتفاف اللي نوجدينه وهذا النوع يعني الالتفاف الشعبي الكبير سواء في القاعات أو في غير القاعات وكذلك الحوار حتى هذا المعارض للخيار الانتخابي لأننا نحن مؤمنين بشي بدنا نحاور كل أحد هذا مرشح الجزائر مرشح الشعب الجزائري فلا يمكن أن يستثني منطقة ولا فئة ولا صاحب رأي معين عادكم شجاعة تذهب مول ولاية بلاد القبر نحن نذهب لكل الجزائر حتى الجالية حتى الجالية خارج الجزائر هناك الآن من يتحاور معها ويتناقش في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا يعني هناك عمل جوالي نحن حيث يوجد الجزائر نصل إليه لكن نقول شي يا أستاذ زكي أستاذ عبدالقادر تكلم في البداية عن الأرقام وكذا هو خطاب خطاب ذكي وخطاب مدروس يمس كل فئات هناك خطاب للنخبة هناك خطاب بسطة معاني كبيرة الفئات مجتمعية مختلفة خطر عندها حق نحن المواطن البسيط عنده حق يفهم مستقبل هذا البلد كيفاش يفهموه كما البرنامج تتنزلوا باللغة موش بلغة الأرقام فقط باللغة ليفهمها المواطن لغة شعبية بسيطة يعني نعم نحن الأسف الشديد المنافس لنا ماذا قال لما شاف الخطاب مش مليح لما تكلم سعبد قادر على الأرقام والإحصاءات ودقتها قال هذا خطاب نخبوي لما تكلم في قضايا حقوقية قال خطاب شعبوي لما تكلم في قضايا مرات عاطفية صلى في طريق قال هذا رأي يدير الدروسة ولما بكى أيضا نعم ولما بكى تأثر سأله سأله واحد على شيخه كيف ما يبكي يعني لا لا هو بكى يعني بكى لما كان ذلك المرتل القرآن يعني وتأثر والستد زاكي دقيقة واحدة الأستاذ عبدالقادر بن جرينا مرشح أنت شعب الشعب ينبغي أن يرى شجاعته الجميع يقول أنه مترشح الشعب لا لا ينبغي لا مرشح للشعب الجميع يقول حتى أزدني حتى أتبون قال الجميع الجميع مرشح الشعب لكن مرشح الشعب ينبغي للشعب أن يرى فصاحته وشجاعته وقربه وحواره ودموعه وتواضعه وصالاته وتعبيره حتى الناس عبدالقادر لماذا سألوا الصحافي على قضية هذه مشعبهم يقولوا المlishing يعني قال نعم نقل كلام واحد واحد درويش الجزائر فيها الدرويش وفيها العلماء وفيها النخبة وفيها الرياضيين وفيها الشباب وفيها المعارضين أيها هذه الجزائر نحن سيد خنا الوقت فقط السيد عبد القادم يخاطب الجميع يخاطب الجميع لا يخاطب الجميع يخاطب الجميع لماذا يركز سيد بنغرينا في خطابه على قضية أنه مرشحين سماهم قالهم أن يميرتمون العصابة لا تعتقد أن هذا اتهام للسلطة بأنها قبيلة ملفات مترشحين لا السلطة بالأمس كذبت واحد لكلام رهم يقولوا بأنه وجهت إنذار لسي عبدالقاد لحد الآن السلطة لم ترى في خطابنا ما يعارض اللوائح والقوانين المعمول بها السلطة الآن لم ترانا لم نخالف ميثاق الأخلاقي الذي أمضينا عليه لو خالفناه لبينا ذلك سيد عزدين ميهوبي كيف يتعامل مع الرافضين للانتخابات الرئاسية خاصة وأن هناك الآن مظاهرات تخرج من هنا وهناك اليوم تطورت الأمور هناك مظاهرات ليلية تخرجت في العاصمة خرجت في ولاية البوليدة أيضا كيف تعاملتم مع هذا الأمر وهل تلقيتم يعني تصادمتم على الأقل مع الرافضين الانتخابات إلى حد الآن نظن تقريبا كانت خفيفة ولا إنما إحنا رهم يتناقش الزملاء تعني الممثلين مدرعا على مستوى الولايات ممكن العاصمة نلتقي حقيقة وإنما الشي اللي نقدر نقوله وهو أن في الحقيقة هذه الصحوة نقدر نقوله بأن هناك ديمقراطية حقيقية هناك مجموعة من الناس رهم ماشيين مع الانتخابات هناك مجموعة مرش ماشيين إلى حد الآن باعتبار مكاش الصيدام معناها رأينا ماشيين في الديمقراطية الحقيقية أنا نظن بكريحنا كنا كنا اللومو سياسة الحزب الواحد الموقف الواحد إلى أخير الواحد الآن هناك رأيين أنا نظن ما هو الفصل الفصل هو السندوق أنا نظن الآن الشعب الجزائري له الحرية المطلقة للتدهر للتعبير عن رأيه ورأيه محترم اللي ماشي مع الانتخابات رأيه حر ولو ضد انتخابات رأيه حر أنا نظن ولكن لازم نرجع للواقع احنا الآن في بلدنا لازم ترجع الشرعية الشرعية هي عن طريق مدى عن طريق انتخاب رأي جمهورية الذي يتعامل داخليا وخاصة خارجيا هناك كل إعداء رغم يتربصوا رغم يتربصوا بالجزائر يعسوا فيها ما تكون انتخابات ممكن مباشرة يقطعينا كل شيء أنا نظن هذا هو الأساس احنا اخترنا طريق الانتخاب من أجل الإعطاء الشرعية وسعز دين ميهوبي مشاه في هذه المزرع طيب انتهى الوقت شكرا جزيلا لكم سيد فرحات شبخ ممثل عن المترشح عز دين ميهوبي والشكر أيضا موصول لسيد أو الدكتور أحمد محمود خوناء ممثل عن المترشح للرئاسيات عدل قادة بنغرينا شكرا جزيلا لكم وأعتمنى أني قصنت الوقت بينكم بالتراضي نحن نحن في حجمة الجزائر مهما يكون شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم مشاهدين أنتم أيضا مشكرون لمتابعتكم لنا من يعنى زكريلات لكم أجمل التحيات إلى اللقاء اشتركوا في القناة